الثقافة الإسلامية حصانة فكرية لحماية الهوية الوطنية بهذا العنوان افتتح المركز الثقافي الإسلامي موسمه الثقافي من ولاية سيدي بالعباس والذي تزامن عمى إحياء ثورة نوفمبر المجيدة هذا الحدث البارز يجمع بين الفخر الوطني والالتزام الثقافي ندوى المنعقدة الثقافة الإسلامية حصانة فكرية لحماية الهوية الوطنية ربما أكبر دليل على المجهودات التي تقوم بها المراكز الإسلامية من أجل الحماية والدفاع عن الهوية الوطنية خاصة في ظل التحديات المعاصرة هذه الحديثة المكة الثقافية يعني يدي دور هام في المجتمع المدني بصفاء عامة من بينهم يعني فيها النشاطات تربوية ودينية من بينها المحو الأمية وتعليم القرآن وكذلك الندوات يعني تخص كل المناسبات الدينية والوطنية إن وجود هذه المؤسسات الدينية وبشكل فعال يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات المعاصرة في هذه الخمس سنوات أحصينا حوالي 19 ألف وسبعمائة أو ثمنمائة نشاط دارت المراكز الثقافية في الجزائر الإسلامية هذه السنة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024 الإحصان تعنى 1112 محاضرة ألقيت داخل هذه المراكز الثقافية الإسلامية أكثر من 790 ندوة علمية أكثر من 740 دورة علمية نتحدث إذن عن 5000 أو 6000 نشاط لا أتحدث عن تعليم القرآن لهو دائم ولا أتحدث عن محول أمية لهو دائم يمثل هذا الموسم فرصة لتجديد العزم على تعزيز الثقافة الإسلامية وتأكيد دور المركز الثقافي الإسلامي كمؤسسة رائدة في بناء مجتمع يحافظ على الهوية الوطنية والمرجعية الدينية ترجمة نانسي قنقر